الآن إما وصلنا إلى فقرة ضيف والتي سنخصصها للحراك الشعبي المتواصل في الجزائر حيث خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في الجزائر أمس وذلك للجمعة الثانية عشر بعد المئة من الحراك على الرغم من الاعتقالات التي اشتدت وطأتها المتظاهرون رددوا شعارات دولة مدنية العسكرية واستنكروا أيضا القمعة الذي تعرض له نشطاء الحراك ومحاولات شق الصفوف لمناقشة هذا الموضوع معنا مباشرة من الدار البيضاء المحلل السياسي إدريس قصوري إذن أهلا بك أستاذ قصوري أهلا وسهلا شكرا أستاذ قصوري للجمعة المئة واثني عشر منذ 2019 يخرج الحراك الجزائري للمطالبة بتغيير النظام ما هو جديد الحراك في الجزائر اليوم وبما اختلفت مسيرات هذا الأسبوع عن تلك التي سبقتها بالنسبة للمتتبع لهذا الحراك الجزائري يلاحظ بأنه بدأ يسترجع ميزته التي كانت له قبل جائحة كوفيد-19 ذلك أن مجموعة من المدن بدأت تجتمع وتجمع قواها وتلتحق بالحراك وبالتالي ينتشر ويتوسع أفقيا في الجزائر كلها كذلك أن الحراك عبر عن نجه وذلك بكونه أصبح له شعار استراتيجي أعلى ألا وهو تقويض وتغيير مركز التقل في النظام الجزائري ألا وهي آلة العسكرية المكون مطالبة بدهاب الآلة العسكرية المكونة لهذا النظام وبالتالي فالحراك أصبحت له وجهة نظر واحدة ينظر منها إلى طبيعته وأهدافه ألا وهي تغيير جدري للنظام في دولة مدنية ودولة القانون وبالتالي إنجاز تغيير حقيقي كما يعبر عن وحدته بأنه وجهة نظر واحدة ويعبر عن وحدويته بالتالي أصبح ينتج شعارات متغيرة دكتور قصوري إذا كان هو أو هذا هو الجديد الذي جاءت به الأسابيع الأخيرة ما الجديد الذي يقارب به النظام الجزائري الحراك الشعبي هل هناك جديد؟ هل هناك زاوية نظر جديدة مقاربة جديدة للأمور تدابير جديدة لاحتواء الحراك الشعبي أو ما تزال المقاربة هي نفسها منذ بداية الحراك مقاربة بالقمع بالاعتقالات بأن يدير النظام الظهر لكل مطالب المتظاهرين ولكل مطالب الشعب الجزائري بكل تأكيد أن هذا الحراك الذي جاء انطلاقا من ضغط شعبي أسبابه الأساسية والرئيسية هي ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو اجتماعي الذي ضغط بكثير وبقوة على الشعب الجزائري فالنظام لا يرى الأمور من وجهة هذه الوجهة ويلب بالمطالب وإنما يرى هو أيضا الأمور من وجهة أخرى وما سمعناه الآن عن قرار مجلس أعلال الأمن وما عبر عنه الرئيس تبون بكون اتهام شرعية الحراك بأنه انفصالي وبأنه يتطابق مع الإرهاب بالتالي يعتبر تحديد كثير ووجهة نظر بحكة التي يقاب منها النظام هذا الحراك هي وجهة نظر أمنية عسكرية أي الضغط والابتزاز والتهديد والتجريد من الجنسية شكرا لك د. إدريس قصوريا